عسلي مرحبا بكم على اكسكيز. رساية متاع اليوم هي شرمولة على طريقة جربية. الشرمولة هي نكلوها اول نهار في العيد. وبشتعملها حميتي على الطريقة الزمنية. ان شاء الله رساية تعجبكم. كنا عجبتكم. حطوا جيم. وابوني في الشاي. المكون الاساسي في الشرمولة هو الحوت. الحوت احنا هنا عملنا حوت بوري. سنون نجمو نعملو اي نوع الحوت اللي يبدأ الحوت لخشين اللي نونو ازرق. اول حاجة نظفنا كعبة الحوت. وطوا بش نقسموهم. نحينا الديل. وهي نعملو كعبة شرمولة يكون فيهم الراس. اما بالنسبة للناس اللي هما ما يكلوش الراس وما يمشوش. نقصوهم لأول ونحيوها. الراس كما نحبوش لحوت. نجمو نستعملو في حاجة اخرين كيمة شربة جزت. معني بش يعطيها المطعم بتاع الحوت. وكهو. بعد ما قصت لهنية حميتي هي لعملتها. بعد ما قصت الحوت عملت فيه التجريحات. تجريحات هذيكة بش الحوت مبعد ياخل مطعم بتاع لفاح بش يشرب بمليح من داخل ومن بره. لفاح متاع الحوت هو عادي. لفاح عملت كمون وملح. عملتهم وخلطت بالجداء ومبعد شافت اللي هو يستحق بش تزيد. دونك زيدت. معني لفاح يتحط بالعين وحسب الضبق. تجريحات الحوت يشرب لفاح. وتبدأ تحضر البصل. هذي كيلو بصل. تجريحات الحوت يشرب لفاح. وتبدأ تحضر البصل. هذي كيلو بصل. الأحمر. عليش البصل الأحمر. على خطر عكس لبيض. البصل اللي بيض في ساعة يذوب. كيف يتحط على النار. والأحمر يشد روحه أكثر. دونك بعد ما نظفنا البصل. تقصه كما هيكية بالطول. تروف خشين شوية بش ما يذوبوش في ساعة في ساعة. بعد كيتحطوا على النار. حذرنا زيدة زوز روس ثوم. قشر لهم ومبعد بش كرسهم. مبعد بش نستعملوهم مبعد مشتور. لك لهنا يخذت البصل حطته في الطنجرة من غير حتى ماء حتى نقطة ماء وحتى نقطة زيت. بش تخلي البصل يسيبز الماء متاعو. ومدام البصل يحضر نحنا نقليو الحوت. بالنسبة البصل نحاولو نتجنبو اللي نمسوه بالمغرفة. نحاولو نقلبوه كي بش نحركوه. وهذي لهنا عملت مغرفتين كبار هريسة عربي. وزادت عليهم شوية تماطم هي نورمال ما ما نعملوش تماطم اما هي عملت شوية تماطم ما يبديش حار على الصغار. توا كيف البصل الترخاء لكل بش نزيدو عليه لهريسة وتماطم اللي حذرنيهم ونفوحوه شوية فلفل زينة وملح. توا كي ما نشوفو قاعدة تزيد في الزيت للبصل نبدي ونزيدو الزيت كيف نحسوه بدي البصل بش يشد. هي لهنا قاعدة تزيد في البصل اللي تخلي فيه الحوت بش البصل يخو مطعم الحوت. اما اذا كان احنا ما نحبوش نعملو زيت مقلي نجمو نعملو زيت العادي. اما هي طريقة تقليدية هكاية بش كي ما قلت البصل يخو مطعم الحوت. وكل ما نحسو اللي البصل اللي بديه بش يشد في الطنجرة وقته احنا نزيدو الزيت. منك الشرمولة ما تخوش باشا وقت بش جديد. لهنا هي كيف طاب البصل. حتت شوية من الصالصة هيديكة. متاع البصل والهريسة. بحطها هي لولانية في الصحفة. وفوقها الثوم اللي حضرتو مدام الصالصة سكونة بش في سعر الصالصة تشرب مطعم آآ الثوم. ومبعد تحط فوقو كوش متاع الحوت. عليش احنا هون الملمو الثوم يتحط مع الحوت. احنا محبناش نحطوه بش الثوم ما يتحرقش في الزيت. ما تكمل بنفس الطريقة تحط طبقة الولانية. الصالصة وطعلب صل. فوقها حوت. وتغطيه بالصالصة وتزيد تحط الثوم ومبعد الحوت حتى اللي تكمل الكونتتين واخر حاجة زيتت لهنين من الزيت اللي تقليه فيها الحوت. بنسبة لشار مولان ما المستحسن نحفظوها كما هكيا في صحفة فخار وقلا بلار. مش حاجة اللي من يوم. خاطر بش ما تذوب هاش. معنى بش. نخليه حتى لنا تبرد ونغطيوها. هي كما قلت من الأول نكلوها احنا في نهار العيد. نصخنو بشوية ونكلوها بنينة برشة. معنى واحد ناجي متخيل مطعم نحوطة مع البصل. صالصة طيبة بكلها بصل. وموزوزة بالهريسة. حاجة بنينة عالاخر. ان شاء الله تجربوها. ان شاء الله تعجبكم. وان شاء الله عيدكم مبروك. اشتركوا في القناة.